الحقيقة يمكن أن أترك لأخي وزميلي وزير الإسكان أنه يعرض كل ملامح ومحاور برنامج الإسكان الاجتماعي أو السكن كل المصريين برنامح ورسكن كل المصريين اللي سيادة الرئيس وجه الدولة المصرية بتنفيذ في كل المحاور ولكن أنا أسمحولي أركز في العرض التاعي على الجزء الخاص للناطق الغير أمن أو سكن العشوائيات أنا أريد أن أسترجع معكم كذاكرة لحضراتكم جميعا كيف كانت مصر قبل 2011 أنا جبنا بس بعض المقتطفات من الصحف اللي كانت موجودة وبعضها لو حرقكم قريته التاريخ يمكن في 2010 ويمكن حضراتكم تتذكروا الحادثة الشهيرة بتاعة صخرة الدويقة واللي راحت فيها ضحايا وكانت العنوين زي ما حرقكم شايفين بتقول أن بعض رويتر كان بتقول رغم المخاطر بتاعة العشوائيات العشوائيات دي هتفضل في القرن كمان الواحد وعشرين في مصر أن الدويقة بعد عام الكارثة الكارثة لم تنتهي بعد يعني أنا بدي بس بعض العنوين اللي حرقكم شايفينها ودي اللي يمكن يعني الحقيقة من أول تولي فخامة الرئيس وحط هدف محوري وهو مش ممكن نسمح باستمرار وبقاء هذه النوعية من السكن ومعاناة أهلين اللي موجودين ولازم نحل هذه المشكلة مهما كلفنا الأمر بلدنا مصري أن احنا نستحمل شوية عشان يشيل الكلام ده من حياتنا بس احنا بنغير لك لخطر الناس زروفها مش هتقدر فاحنا بنقوله أن احنا كلنا وحنغيرلك ده مش هنسيبك تعيش هنا مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده دي كان توجيه فخامة الرئيس اللي احنا كدولة اشتغلنا عليه في مدار الست سنوات الماضية إن احنا ببساطة شديدة مش ممكن نسيب أطفالنا يطلعوا بالشكل اللي احنا شفناه الحقيقة يمكن بناءا على هذا الموضوع الدولة المصرية اشتغلت على حل هذه المشكلة من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو واحد من أهم حقوق الإنسان وكلمة حقوق الإنسان هنا لابد أن نضع عليها أكتر من خط لأن حقوق الإنسان بتضم محاور كثيرة جدا واعتقد يأتي على رأسها جودة حياة للمواطن إنه يقدر يعيش في منطقة لائقة ومنطقة كريمة إحنا نطلق لما بدأنا في المناطق غير أمنة إحنا كان عندنا 357 منطقة تكلفة الفعلية اللي كانت مقدرة 63 مليار جنيه لتطويرهم ده غير المناطق اللي إحنا بنقول عليها العشوائيات الغير مخططة هي مناطق غير أمنة الغير أمنة دي لازم نزلها لأن البيوت حالتها سيئة زي ما حنشوف واللي عمالناها لكن المناطق الغير مخططة اللي بيطلق عليها العشوائيات بيوت مسلح ولكن تفتقر للخدمات ودول وحدهم أيضا كان تحدي كبير جدا إحنا شغالين عليه النهاردة كدولة ده بالإضافة أيضا للأسواق العشوائية اللي اقتحمنا هذه المشكلة اللي كانت موجودة في كل المدن المصرية الدولة خصصت وأنفقت في هذه الفترة أكتر من 425 مليار جنيه عشان نغير وجه مصر في هذه المناطق اللي كانت غير أدمية بكل ما تعنيه الكلمة الحقيقة يمكن المناطق الغير أمنة زي ما قلتنا حضراتكم المناطق دي كانت منتشرة في كل يعني حوالي 25 محافظة من محافظات الجمهورية بأعدادهم في كل المناطق يمكن القاهرة طبعا كانت يعني نصيب الأسد 54 منطقة وبيسكنها 30% من سكان هذه المناطق كانوا جوه محافظة القاهرة الحقيقة يمكن منهجنا إن إحنا ما كناش فقط إن إحنا نبني سكن ولكن إن إحنا نطور هذه المناطق تطوير كامل يبقى لما بنوفر السكن إحنا بنوفر مع كل الخدمات اللائقة للمواطن سواء اجتماعية ثقافية اقتصادية صحية عشان ننقل المواطن إلى مكان متكامل وليس فقط مجرد وحدة سكنية النهاردة إحنا موقفنا هو إن إحنا انتهينا والحمد لله تقريبا من الإنشاء من 100% وأنا هنا بتكلم على إن إحنا اللي سكنناهم بالفعل هم 90% العشرة في المية المتبقية أنشأنا لوحدات زي ما حنوري حضراتكم إحنا فقط بننهي الخدمات الأخيرة مع بعض اللمسات وبنبدأ إن شاء الله قبل نهاية هذا العام نسكن مواطنين في هذه المناطق اتباعا عشان نكون بكده إن شاء الله أنهينا بالكامل لكن عملية البناء نفسها انتهت بالفعل في كل هذه المناطق كإسكان بديل لها أنا عايز هنا يمكن أتوقف كيف كنا يعني هذه المناطق ويمكن محتاج إن إحنا ندقق في كل صورة كنموذج من هذه المناطق لإن هي دي كانت الصورة اللي كانت موجودة من 6 سنوات الصورة اللي بعدها وهو كيف أصبحنا في نفس المناطق هي هي نفس المناطق بنفس الأسماء الدولة المصرية كيف استطاعت أن تغير من الوجه اللي كانت موجودة عليه هذه المناطق ويمكن حشرح لحضركم بالتفصيل كل منطقة اتعامل فيها إيه سريعا ولكن بس إحنا أنا حبيت أحط النقطتين دول كتلوخص الصورة كيف كنا وكيف أصبحنا في هذه المناطق الحياة يمكن اسمحوا لي ركز شوية على وجودنا في محافظة القاهرة احنا اشتغلنا ازاي على مستوى القاهرة كناموزج لكل محافظات مصر القاهرة يمكن يا فندم كان في 2015 54 منطقة 70 ألف وحدة مطلوبين أن احنا نعملهم كإسكان بديل النهاردة بعد هذه المدة اللي بعدها احنا أنهينا بالكامل اللي متبقي عندنا 15 منطقة اللي هم حننقلهم بالفعل في المناطق الجديدة اللي بنناها في منطقة السلام ومنطقة معن اللي ان شاء الله مع نهاية هذا العام هتكون كل هذه المناطق بإذن الله اتشالت بالكامل من خريطة محافظة القاهرة انا بس حابب ان احنا نحط نشوف صورة كانت منطقة مجرى العيون قبل التطوير وكانت ازاي شكل البيوت اللي فيها والنهاردة بعد الاخلاء وبدأنا عملية البناء اللي موجودة فيها دي كانت شكل منطقة صور مجرى العيون ومنطقة المدابغ اللي كلنا كانت مشهورة الحقيقة منطقة بطن البقرة ودي من المناطق اللي أزلناها حديثا كانت شكل الكتلة عاملة ازاي والنهاردة الارض بعد ما اخلناها وفيه مشروع كبير هنعرضوا لحضراتكم عشان تطوير هذه الارض ونستفادة منها في خلخلة الكتلة الغير مخططة اللي حواليها ودي كانت صورة المنطقة اللي كانت موجودة وازاي اهلين كانوا عايشين فيها منطقة ماسفيرو الشهيرة والنهاردة الحمد لله عملية التنمية اللي بتحصل فيها ودي كانت شكل المنطقة قبل ما يتم ازالتها بالكامل منطقة الحقيقة هضبت الحرفيين في منشية ناصر النهاردة بعد ما اخلناها بالكامل وبيتعمل عليها مشروع كبير لانشاء مجموعة من الورش الحضرية لنقل الورش الغير يعني بيئية او المقلقة بيئيا في هذه المنطقة وكانت ازاي شكل هذه المنطقة قبل ازالتها منطقة الحقيقة الزبالين في مدينة 15 مايو والحقيقة اللي كانت من سنتين مبنية على مخر سيل ويمكن كانت فيها مشكلة انها غرقت لما حصل السيل نتيجة لان يعني اهلينا كانوا بنين في منطقة غير المفروض انها تتبني والنهاردة اخلناها والنهاردة ده كان شكل للمنطقة لما حصل فيها عملية السيل والنهاردة حنوري حضركم سورة الاسكان الجديد اللي تبنى مقابل ليهم المنطقة بتاعة تل العقارب الشهيرة واللي جنبها الطيبي المسلس ده هو ده منطقة تل العقارب ودي منطقة الطيبي النهاردة احنا بنينا رودة السيدة واخلينا منطقة الطيبي كمان وحنبني عليها امتداد لمنطقة رودة السيدة النهاردة عشان نغير وجه قلب القاهرة ده كانت شكل لمنطقة تل العقارب اللي كانت موجودة ترجمة نانسي قنقر